السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كورا سبورتس يا رب تكونوا بألف خير معكم محمد زدان فيديو جديد ان شاء الله واخبار جديدة بازن الله ولكن في البداية زي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين ان شاء الله نتكلم عن النادي الاهلي والزمالك وبعد اوامر وزير الرياضة تجديد خيالي بمبلغ خيالي الفرجاني ساسي ورسميا موعد اعلان صفقة سرينو للنادي الاهلي نهائيا بازن الله نبدأ على بركة الله ولكن قبل اي حاجة ما تنسوش تضغطوا لايك والاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لأكتر عدد من المتابعين والمشاهدين بقاء لله توفى رحمة الله تعالى المستشار احمد بكري رئيس نادي الزمالك التي تم تكليفه من حوالي شهر توفى بكورونا صباح اليوم يا ريت يا جماعة كلنا نتعيلوا بالرحمة والمغفرة ربنا يا رحمه نادي الاهلي ينعي المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والسادة اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والاسل مستشار احمد البكري طيب المعزول ينسب لنفسه صفة رئيس نادي الزمالك في ناعيه للمستشار احمد البكري مرتضى منصور كتب على صفحته عبر الفيسبوك ينعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ببالغ الحزن والاسل وفاة المستشار احمد البكري الذي وفاته المنية صباحة اليوم يعني الراجل برضو في ظل الحزن اللي نادي الزمالك فيه والعزاء اللي الراجل فيه طالع يقولك بصفته رئيس نادي الزمالك طيب مجلس ادارة النادي الاهلي يؤجل اجتماعه لحضور عزاء رئيس الزمالك نارده كان بقيادة كابتن محمود الخطيب مجلس النادي الاهلي اول الحاضرين في تشريع جثمان رئيس الزمالك طيب نروح لاخبار النادي الاهلي تونسي يسرب وعلي حكما لقياب النادي الاهلي وسندي بيوم خمسة يناير بإذن الله على ملعب النادي الاهلي النادي الاهلي سيعلن خلال ساعات قليلة عن تعيين الطبيب الجديد بعدما تم الاتفاق معه على كل التفاصيل جثماني كان عارض طبيب جنوب افريكي يعمل في سانداونز لكن النادي الاهلي رفض وكرر تعيين طبيب مصري ونتطرق للحديث عم روام محسن مؤكدا بان اللاعب سيعود للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة الرجل كان حصل زي مؤترا حضراتكم على حقنا في الرجبة واصبح جاهز للمباريات وكان هيشارك بصفة اساسية في مباراة الزمالك الزمالك قبل تأجلها طيب ردا على المختل خالد الغندور بان اقولت لحضراتكم ان كان بينتقدوا بولي ازاي النادي الاهلي يلعب اربع مباريات اقول لحضرته ان النادي الاهلي لعب مباراتين فقط والتالتة ضد الاتحاد فين الرابعة نسي ان الزمالك لعب اول ست مباريات بالقاهرة سنة عام 2019-2020 والاهلي لعب في سموحة واسوان والجونة في اول خمس مباريات ومع كده الاهلي توق بطلا والزمالك خسر الدور في فالق عشرين نقطة ليه حضرتك مصمم تعمل ازمة وتصير التعصب بدون اي سبب جدول الدوري الموسم اللي فات اول عشر مباريات للزمالك كان في القاهرة الاتحاد والمكاسة والمكولون وامبي وبرامز واسموحة والانتاج وغيرهم في الوقت اللي النادي الاهلي كان بيلعب فيه في اسوان مع اسوان في بداية الدوري ثم مواجه اسوان الزمالك المباراتين في القاهرة طبعا لو تتركنا لهذا الحديث هنبقى زيهم ونتكلم في امور ضعيفة زيهم يعني طيب وزير الرياضة كلام اللي قوله حضراتكم ده ما بيحصلش في الدوري الانجليزي ولا في الدوري الاسباني ولا اي دوري في العالم وزير الرياضة هو اللي بيفوض فرجاني ساسي زي ما بقوله حضراتكم كده نصا الوزير قال لفرجاني احنا عايزينك في الزمالك وانت مطلب جماهيري ولازم تجدد فرجاني كان عنده عرض من الدحيل القطري باثنين ونص مليون يورو وازي امريكا عالض عليه مليون وسبعمائة الف يورو في الموسم هو بيضغط طبعا عشان يوصل مبلغ لاتنين مليون وشوي طيب تخيل انت بقى ابو اتنين مليون يورو ده مساهم في ستة اهداف فقط سجل تلاتة وصنع تلاتة في موسم طويل عريض تخيل معايا عمرو السلية مساهم في تمنتاشر هدف سجل تمانية وصنع عشرة وبياخد حداشر مليون جنيه فقط يعني بصراحة ربنا يبركلينا فيه عرفت ليه الزمالك عليه مشاكل مالية بمليار ونصف من زنيتك انت معدية لاتنين مليار كان دي اهلي عرفت عظم سقف التعاقدات اتمنى تكون وصلت للناس كلها طيب رسميا وبالتفاصيل عقد التونسي فرجاني سازي الجديد مع نادي الزمالك بعد التجديد لتلات سنوات خلاص زموت الحضراتكم بفرامان من وزير الرياضة خلاص قال لهم لازم فرجاني جد توصلت اللجنة القضائية بالنادي الزمالك لاتفاق مع الدولة فرجاني سازي لاعب وسط الفريق الاول لنادي الزمالك على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموس طيب مضب كان فرجاني اتنين مليون ومتين الف يورو سنويا اي ما يقارب خمسة وتلاتين مليون جنيه في الموس طيب اتضرت اللجنة المعقتة على الطلبات التونسي المالية في ظل شعبية اللعب الجارفة لجمهور نادي الزمالك بجانب قرب انتهاء عقده حيث يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المب رفض اللاعب شكوى النادي بسبب مستحقاته المتأخرة والتي تقترب من المليون طيب حضرتك اللاعب كان هيعمل شكوى ولكن طبعا بعد ما عاد مع الوزير اللاعب هيعمل الشكوى المين ما تبقى الاتحاد الكورة في الاول او الوزير بعد كده الشكوى تطلع ليه الفيفا او الكاف في الاول بعدين الفيفا ففرجاني خدها من قصيرة لما الوزير قعد معاه الراجل رفض يرفع شكوى عن نادي الزمالك طبعا وتقاض اللاعب في عقده الحالي مع الزمالك مليون تمنمية تنين وتسعين الف يورو ويطلب زيادة عشرين في المية عن عقده ليصل حتى اتنين مليون ومتين الف يورو طبعا كل اللي بقول لحضراتكم ده بالارقام وشهد عقد اللاعب حاليا حصول عراتب سنوي عادل خمسة وتلاتين مليون جنيه وبعقد لمدة تلات مواسم اي ما يحصل على ما يزيد من مية وخمسة مليون جنيه مصري بالنسبة للناس اللي بتحب الارقام وكانوا بيزايدوا على صفقة حسين الشحان طيب فيه في العقد بند السكن طبعا اتنشر اه اه باتنشر الف وتسعمائة يعني بتاع تلاتتاشر الف جنيه مصري وايضا وضع له بند حصول على تذكرتين سفر ليه والاسرته كل موسي طيب نروح بقى لصفقة النادي الاهلي اخيرا نقدر نقول مليون مبروك للنادي الاهلي سرين واهلاو نادي سانداونز الجنوب افريقي هيحسن بنسبة جبيرة بيع اللاعب سرينو للنادي الاهلي يوم 27 ديسمبر الجاري خلاص ده موعد ان شاء الله ان شاء الله الاعلان عن سرينو خاصة بعد وصلت العلاقة بين اللاعب والنادي لطريق مسدود الموضوع محسوم لصالح الاهلي بنسبة كبيرة وعلاقة اللاعب مع سانداونز انتهت وهناك ازمة جبيرة دخل سانداونز بسبب رغبة اللاعب في الرحيل الى النادي الاهلي سانداونز قرر حسم ملف بيع سرينو بعد اجازة الكريسمس وسيكون هناك منقشة لملف اللاعب بدأ من يوم الاحد المجبر 27 ديسمبر ولكن النادي تتجه لبيع اللاعب للنادي الاهلي الذي يريد ضمه بدءا من شهر يناير القادم بازن الله النادي الاهلي بيريد حسم ملف سرينو بشكل سريع في يناير تمهيدا للاستعانة بخدماته في البطولة القرية طيب احمد مرتضى منصور كان بيقلل من قرار ادارة النادي الاهلي لما خدنا استاد السلام حق انتفاع دلوقتي لما الزمالك احتار وما كانش في ملعب يستضيه في المباراة استشهدنا طبعا بتصريحات احمد مرتضى وردنا عليه انه لو عرفت قيمة ملعب النادي الاهلي وان الخطوة كانت نجحة احمد مرتضى طبعا فكرنا ان احنا بنشيد به وبنمدح فيه بس هما كانوا يعني ببرروا اعلى التصريحات يعني زي مثلا احنا كنا بنتاريق مثلا على التصريحات بتاعته او كنا بنقارن بين تصريحاته الملاش لازمة وعمل النادي الاهلي اللي كان عندنا رؤية فنية بكوادة كابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة رؤية فنية وكبيرة جدا جدا يعني طبعا عكس رؤيتهم نهائية قالك ماخدين ملعب ايجار مقجرين ساعتين مقجرين مش عارف ايه كان كلام طبعا كله عادي تماما من الصحة وكلام اي كلام بيصبروا بيجو مهورهم وبيتحكوا عليه المهم احمد مرتضى لما شاف الكلام ده فكرنا بنمدح فيه ولكن تقريبا كده يعني الراجل ما كانش في وعيه ان الكلام ده او قناة النادي الاهلي لما أعلنت عن الكلام ده كانت بتقارن بين كلامه السابق وايضا موقف النادي الاهلي من ملعبنا دلوقتي هو الراجل مش لاقي ملعب او نادي الزمالك مش لاقي ملعب يلعب عليه طبعا طلع هو قال لان هو بيشكر قناة النادي الاهلي ان هي بتمدح فيه ما حافظه في صراحة هو كان فاهم الكلام ده ازاي ومستقى جدا من قناة نادي الزمالك اللي هي ما بتجيبش سيرته وبيشكر القناة الاهلي اللي هي بتمدح فيه طبعا عمرنا ما هنمدح فيه اصلا ولا بنجيب سيرته ولكن هو معرفش شايف ازاي فشوف اللي هو يشوفه ولكن احنا من وجهة نظرنا ان احنا كنا بنرد بس عليه من خلال الكلام اللي كان بيقوله ان هو بيتاريق مثلا عن النادي الاهلي طبعا ما حدش يقدر يتاريق عن النادي الاهلي والنادي الاهلي ليه رؤية مبعدية وليه مجلس ادارة بيعني عنده رؤية فنية ونظرة مبعدية ان شاء الله اللي النادي الاهلي فيه الجديد والقادم باذن الله بتمنى ما كنتش طاولت على حضراتكم لو طاولت بعتذر شكرا لحضراتكم جمهور النادي الاهلي بشكل خاص جمهور كرة المصرية بشكل عام شكرا بتمنى شوفكم على خير باذن الله وفي العمر بقية غدا ان شاء الله وفيديو جديد واخبار جديدة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر